انا حبيت انه يكون عندنا لقاء اليوم اللي كان كمان بتنسيقه مع الدكتور ميشيل لانه انتو شعرين قديش عمالنا منحاول انه نجمع كل الجهود حتى نقدر انه كل واحد بمكانه نقوم بالدور الواجب علينا حتى نخدم مجتمعنا الاردني وحتى نساهم في تثبيت الوجود المسيحي ونقدر نكون بنائين في تطوير مؤسساتنا المسيحية اللي بتساهم في دورها في العيش اللي منعيشه مسلمين ومسيحيين في بلادنا المقدسة وقديش اهمية هويتنا اللي نحافظ عليها في هاي الظروف الصعبة على وجودنا المسيحي وتثبيته على علاقاتنا المسيحية المسيحية والمسيحية الإسلامية وصولاً لهوية بلادنا المقدسة في الحقيقة عم لحظنا من فترة انه بالاردن فيه امكانيات عمل وطاقات عمل كبيرة جداً فيه مجالات عمل كبيرة جداً بحكم موقعه بحكم تركيبته الاجتماعية الاقتصادية الناس اللي فيه الطاقات اللي فيه امكانيات اللي فيه الاحتضان الحكومي والكنس اللي فيه ختبنا عملنا دراسة جدوى للعمل في الأردن دراسة مفصلة وطويلة جداً ارسلتها لسيدنا ووفقوا عليها رؤساء المجلس الكنائس أيضاً والأمناء العامين المشاركين معي وعلى هذا الأساس قتعنا لنؤسس هذا المكتب الجديد لنفتتح هذا المكتب الجديد مجالات العمل كثيرة متنوعة أولاً هي البرامج اللي ممشينا بغير دول لأن البنية الاجتماعية الاقتصادية الديمغرافية في الأردن هي ليست بعيدة عن البنية في الشام والبنية في لبنان وبالتالي طبعاً الحاجات بدأت تكون قريبة بالنسبة متفاوتة يمكن أن الأردن فيه استقرار أكتر وازدهار أكتر بس فيه دائماً نفس الحاجات موجودة إذا مش لبركة طويل لكبيرة لبركة صغيرة على الأقل لشرائح محدودة أو أكبر أو أصغر من الشعب تحتاج إلى هذه المساعدات على الأساس هيداً وضعنا الأمور على أسس جديدة مع مدير جديد المكتب كل ذلك طبعاً برعاية البطرياركية الأورتودوكس الأوريشيليمية المقدسية وطبعاً بالمباشرة مع مطرنية الأردن للروم الأورتودوكس برعاية سيدنا غريستوفوروس الجزيل الاحترام الذي قدم لنا كل الدعم المطلوب وكل ما يلزمنا من أجل انطلاق ومعد هذا الانطلاق سوف يكون لنا مجالات كثيرة للعمل طبعاً بهالسياق هيدا كمان بنا نشكر الدولي المملكي، القيادة والمؤسسات الحكومية وغيرها إلى الدعم الأدمتنا في الماضي في دعم مكتبنا وفي تسهيل معاملاته وكل الأمور التي تبعها لأله وإلى ما ستقدمه لنا في المستقبل وأنا متوقع أن نحتاج إلى بعض التسهيلات في بعض الأمور طبعاً ضمن القوانين المرعية الإجراء من أجل العمل في هذا الأردن الحبيب الذي نكون له خصوصاً نحن كلبناني أنا كلبناني وهلأ مسابق أمين عام لبناني كل المحبة وهذا شيء معروف كمحبة الشعب الأردني واللبناني لبعضهم والله وليه التوفيق ويده مع الجماعة ببركة صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وبرعاية ودعم سيدنا المطران خرستوفوروس وبحضور أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط للدكتور ميشيل عبس اليوم تم افتتاح المكاتب الجديدة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في الأردن هذا المجلس الذي يخدم جميع العائلات المسيحية المنضمة ضمن مجلس كنائس الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة سيقوم المجلس بتنشيط وبوضع استراتيجي لتنشيط كافة أعماله بكافة لجانه ومشاريعه في الأردن خدمة للمجتمع المحلي بكافة أطيافه منرحب فيكم دائما بهذا المجلس ونحن جاهزون دائما لتلبية طلباتكم وخدمتكم في هذا المجلس العريق اشتركوا في القناة